اشتركوا في القناة تقولي احرقلك ايه يا حفيظة مش انت السبب يعني السبب ليه بقى يا سمشمش قبل رمضان مش عاكن انت علي عشان عايزك كسوة الصيف وانت يعني جبتلي حاجة هاجيب منين مغرقت متعاكنل والمكوة كانت مستان الزبونة ده انا باشتغل في نار يا مؤمنة يعني انا السبب معلوم طب ويوم حرقت البادلة كنت انا برضو السبب طبعا يوم طلبت الامر الدين والبالح والزبين وانت يعني جبت حاجة اجيب منين مش كنت لسه بسد التمن الفستان اللي راح عشان كسوة العيد لا يا شيخ والتيير اللي حلقته قبل العيد اه ماهو ده يوم خناة الكحك ولا نسيتي وانت يعني عملت كحك اعمل كحك منين مش كنت لسه بسد التمن البادلة اللي راحت في يميش رمضان كل اللي بيجيبوا الدكان بترميه انت للزبين تقدر تقولي حنعيش ازاي الشهر اللي جاي ده احنا مش متفقين يا حفيظة متفقين عليه يا سمشمش ايه انت نسيتي ولا ايه مش قلنا الشهر اللي جاي ده كله افراح الناس خارجين بالرمضان وكله بيتجوز للهينة وللهينة وش شهر يا عادي ما هو ده اللي اهرني اهرك ليه بقى اربعين فرح لحد النهاردة ولا حد عبرنا وبعت يعزمنا اربعين فرح حسباهم عداهم على قدية فرح فرح طب ازاي ده هيحصل مش عارفة ده حتى المسيدة اللي جنبنا الحط في الحيط كتبت كتاب ابنها اول مبارك واللحمة كانت فيها مش مش هبر هبر هم عدية علي اربع مرات يميحة تقول العواف وبس اهلا مش يمكن اتهيق لها انها عزمتنا اتهيق لها ازاي بس يا مش مش هي دي حاجات في ينفع فيها التهيقات لا بقى دي تبقى مقصودة مقصودة اعيط بقى ولا ما عيطش لا عيط يا حفيظة عيط اه ما تخلصني بقى يا عمي مش مش اه اتصبرك عليها شوية هخلص البنطلون اللي في ايدي وامسك في الجلابية تابوك على طول طب بس عمل لك هم شوية ابويا شراني ما انت عارف اه لا وهو يعني مستعجل عالجلابية ليه رايح الدوان يا خاي لا مش رايح الدوان يا خاي وما الراح فين مش رايح مش رايح ازاي حياكم الجلابية عشان يقعد بيها في البيت اه 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 ازاي اه بس ابويا قال لي ما اقولكش قال لك ما تقوليش ايه ما اقولكش ان دخلت اختي محاسن الليلة محاسنة هتتجوز الليلة اموان ابويا مستعجل على الجلابية ليه اه عشان يقابل قالت العريس مش انتو برضو عاملنا عدية ده بحين تلت عجول اه لا يعني مش عدية بقى ده احنا عزمين الحتة كلها يبقى بوك نسي عزمني اه انا مش غريب اقول لابوك الف مبروك عم مش مش جاي لو جيت ابويا حيتباحني حيتباحك ليه انت مش دبحين تلت عجول حيفتكر ان انا اللي عزمتك وهو قايل ما جيب لكش سيرة خالص الله ليه يا ابنة محاسن اصل ابويا بيقول عليك لازقة اه 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 انا لازقة وامي بتقول على امراتك حشارية ولسانها زفر اه انا لازقة وامراتك حشارية طب خل جلبي تابوك ارميها في واشك ده هو وقلو شطابنا بطالنا لما يبقى استعنانا نبقى نكويله انا انا حشارية ولساني زفر انت ياه لكن انا لازقة حفيظة انجت للحق انت لازقة طب ما انت حشارية ولسانك زفر الله 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 بس ده ايه بقى داخله في الازومة ده حتى الناس اللي بعضيها ها قلتلي بقى انهم دبحين ثلاث عجول الواد محش اللي ما قال لي حسيت اننا اللي اندبعت ثلاث دبا يحفل الى واحدة ونتعشحنا طعمية ها دول بقى واحد واربعين فرحة حفيظة ها ايو يا اخويا ادي احنا اللي كنا معتمدين عليهم دول طب ومعدين يا حفيظة ادي الله ودي حكماته يا ماشمش لا لا ربنا ما قال شوق ده ابن ادم نسعى ونسعى معاه ها وحنسعى ازاي بقى نروح الفرح من غير محد يعزمنا ولا يعبرنا ما عندك حق صح لا ما تجيش تبقى كبيرة برضو في حقنا كبيرة اوي وخصوصا بعد ما رمت الجلبية في وش الواد يعني لما قدتش رمتها في وشه كنا هنروح من غير عزومها لا انا حشارية اه لكن عندي كرامة برضو يعني اغفرت زي الدوم انا ما هو لو ما كنتش بتحرق هدوم الزباين ما كناش اتحواجنا لحد ها ما هو لو ما كنتش بتعاكمني لي ما كنتش حرقة هدوم الزباين طب خلاص خلاص الحل ايه دلوقتي هنعيش الشهر كله على اللضة انا شخصيا معدتي ما بتستريحش على اللضة انا لو ما كنتش لحمة يوم واحد بنسعر ان شاء الله حتى فارح واحد كل جمعة زي بعضه بس هو فين ما هي باينة من اولها كل اللي يعرفونا مش عايزين يعزمونا مش حال اللي ما بيعرفوناش اعملوا ايه؟ اللي ما يعرفوناش بس هيا دي هيا دي ايه؟ انت مش عايزة ولو فرح واحد في الجمعة هو فين ده؟ موجود لك علي عزمك على فرح كل جمعة ده ايه؟ على الاقل اختي انت بتهذر يا مش مش انا مش بهذر يا حفيظة فرح فرح ها وفيه هبر هبر لحمة يا لهوي انا هو في الحتة بتاعتنا اهي حتتنا دي فيها هبر لحمة برضو هلا امه الفين؟ عند الناس المريشين والناس المريشين دول هنجيبهم من ايه؟ اه لا انت عايزة تتعيزمي ولا مش عايزة؟ عايزة بس افهم تتعيزمي ولا تفهمي؟ الاتنين لو سمحت افهمك يا حفيظة مش انا وانت بني ادمين؟ تقريبا مش انا وانت ولاد ادم وحاوة جايز ومش كل الناس ولاد ادم وحاوة وماليعني هيكون ولاد مين يا فالح؟ يعني كل الناس اخوتنا وقريبنا ماشي ها 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 single ده صوار بقى يا حفيظة اخواتنا وقريبنا بتجوزوا واحنا قاعدين هنا وما بنروحش نبارك ولا نجامل ولا نهني واحد عزبنا منهم وحنا ما روحناش نهني اغسى عليك يا حفيظة ها 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 هنما الاهل باتعيزموا اصداك يعني نروح الفرح من غير ما حد يعزمنا؟ ده لا خوهاتنا يا حفيظة إزاي بس يا مش مش ماهم حيشوروا علينا ويقولوا جايين من غير عزومة الناس اللي عادين هناك دول مي يا أخت اللي هشوروا علينا وفي حد يعرفناك وفي حد في الحتة ما يعرفناش مش هنروح أي فرح في الحتة هنروح فرح محدش عرفنا فيه لا أنا خلص بقى أنا مش فاهمة منك حاجة لو دخلنا فرح أي فرح أهل العريس هيفتكرونا من أهل العروسة طب وأهل العروس هيفتكرونا من أهل العريس ومضيع إحنا في الزخمة عفارف عليك وفي الزحمة كله متداري محدش عارف مين من مين أيوة والكله بيهبر هبر هبر النهاردة إيه في الأيام يا حفيظة النهاردة إيه يا حفزفز أيوة النهاردة الأربع يا مش يعني بكرة الخميس مش كده ده يوم الأفرح بقى هده عزمك بكرة بكرة حفزفز اه ده اه ده كله يا مش مش ده كل الجرانين والمجلات بتاعت النهاردة يا أختي ومن إمتى بتشتري الجرانين دي كلها من النهاردة يومين في الأسبوع الحد والخميس والمناسبة إن شاء الله إخواتنا بتجوازه ويا حفيظة وياي هلا دوري معايا على أخ يكون ربنا فتاح عليه ربنا يعطارك فيهم بصي عروس اليوم حلوة دماغة فيه أختينا يتم الليلة عقد قران الأنسة سلوة إبراهيم توفيق أختينا كريمة الدكتور إبراهيم توفيق أخونا على الأستاذ صيد إسماعيل المحامي برضى أخونا ده أخونا يا حفيظة ده محامي طب وإي يعني عائزانه الأناكمل نروح نهضم في المحكمة أخونا بص عروس اليوم أختنا يتم الليلة في حفل مبهيج مبهيج back أوه بهيج حيتجوز اللي لدي حفيظة حفل مبهيج يعني لיך بهجة وفرح خلاص خلينا مقى في البرها جو الفرح يتم الليلة في حفل مبهيج عرفته زفاف الأناسة مرفت مسعود عبدالغاني او قتلة كريمة المهندس مسعود عبدالغاني أخونا مسعود ده لا ومسعود وعبدالغاني كمل يا مش مش كم على المهندس إبراهيم عبدالهادي يا هادي يا ربي يا هادي المهندس بالمحافظة آه تطلع في المحافظة يا مش مش آه يبقى مش أخونا غيره 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 آه بص هنا تتم الليلة في حفل عائلي ايه ما تكمل بعد عائلي اللي قلتها دي ما تكمل ايه مادام عائلي قال لق طب مش إحنا عائلة برضو عائلي يعني يعني ما فيهوش أكل يا رجل هو فيه فرح ما فيهوش أكل بكتير قوي قوي سندوتشين زي صوابع السات لا فعارضك ابعيدني عن صوابع السات دي شوف فرح غيره اهو اهو يتم بحمد الله وتوفيقك وفقنا يا رب الليلة زفاف الأنسة مايسة أبو النجا درويش اختنا مايس كريمة الوجيه الأمثل استنى استنى ايه استنى عندك الأملاس دي يعني ايه الأمثل الأمثل يعني الكبير قوي 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 حلوة ودخونا الكبير قوي ده بقى اهو كريمة الوجيه الأمثل أبو النجا درويش على الدكتور يوسف السيسي السيسي معزومين عندهم معزومين ايه وفي حد كان عزامنا قال لما انت مش قلتلي الأهل ما بتعزموش صح يعني احنا من أهل العروسة أو أهل العريس مش كده اه دول بقى يا مش مش في حد من أهلهم بيلبس جلبية وملايا لف لا انا حروح لبسها ملايا لف انت حتروح لبس جلبية اه اه دي مشكلة لو كان عندنا هدوم العلعوم زوّقة ما كانتش بقت فيه مشكلة يعني المشكلة مش مشكلة الأفراح المشكلة مشكلة عدة الشوك اه انا مثلا يلزمني فستان على فرنكا اه وانت مثلا يلزمك بدلة خنافس خنافس براه طب ودول هنجبهم منين اه اتقفلت زي الدمنا البركة فيخي ما احنا لو عندنا حق الفستان والبدلة ما كناش احتاجنا للأفراح طب والعام اه بدلة وفستان بدلة وفستان ماش ماشي ايه ايه لقيت ايه البدلة والفستان فين عندك في الدكان البدل هي مترصاصة هي على الشمعاتها هي والفساتية اه اصدق ايه بقى مختار بقى اللي يعجبنا نروح به الفرح ولا من شايف ولا من دريه اه بس دي هدوم الزبان يا حفيظة طب وايه يعني ومين اللي حيقول لي الزباين يا مش مش اه اه ومين اللي حد اطلع الفراحة مش مش اشتركوا في القناة